نهار ده اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام عمل اجتماع تنصيق مع الكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور والاستاذ محمد ابو الوفى عضواء مجلس الادارة ومعهم ايضا استاذ وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد الكرة والكابتن وليد بدر مدير المدير الاداري بمنتخب مصر كانوا بنصقوا فكرة المعسكر المنتخب القادم ان شاء الله في شهر مارس اللي جاي في الفترة من 18 ليه 26 من شهر مارس هيكون ان شاء الله في الامارات ومصر هتشارك فيه في دورة ودية فيها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزولند في الاجتماع اتكلموا على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس واتحاد الكرة اكد انه هيوفر جميع مطالبات المنتخب قيادة كابتن حسام حسن وهيبدل طول الوقت مساند وداء عايز بعد الخبر ده اعلق تعليق من مبارح منذ اعلان الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ومعه وجهازه المعاون فيه زخم طبيعة الحال فيه زخم مفهوم مدرب منتخب مصر يعني الله سواء حسام حسن او غيره بما ان فيه مدرب جديد لمنتخب مصر يبقى فيه زخم اعلامي وفيه زخم جماهيري بيحصل حوالين الحكاية دي احيانا عشان نتكلم ونتناقش ونتحدث وننصح ونصير القضايا ونصير الموضعات فتلاقينا بنقول كلام ممكن ما يكونش وقته يعني ايه؟ يعني كتر الكلام انه كابتن حسام حسن ايام ليه مع محمد صلاح وبقى المحترفين اصلا كتر الكلام في ده غلط حسام حسن وابراهيم حسن عصبيين وهيعملوا مشاكل كتر الكلام في ده غلط حتى لو هنصح بالمناسبة حتى لو قلت لك ايه اهدى بقى وما تعملش مشاكل وش عايف ايه لمحمد صلاح ده نجمي ومنتخم مصر اصلا كتر الكلام ده بيعمل ايه؟ بيعمل زي ما حصل النهاردة في الصحافة الانجليزية بدأوا يتحدثوا عن فكرة انه في مشكلة بين مدير فني الجديد لمنتخم مصر حسام حسن ومحمد صلاح الصحافة الانجليزية يا جماعة بص كون الكابتن حسام حسن كابتن ابراهيم حسن قالوا اراء قبل كده في محمد صلاح قالوا اراء في كريم قالوا اراء في الكابتن محمود الخطيب قالوا اراء في الكابتن حسن شحاتة قالوا اراء في اعلاميين قالوا اراء في جماعيين احنا عارفين ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم دائما يتحدثون وبيتكلموا وبيتناقشوا وبيقولوا اراءهم من غير ما بيحطوا عليها فلاتر عارفين ده؟ عارفين ده على فكرة جزء من اللي كتب النهاردة في الصحافة الانجليزية احنا عارفين ده بس احنا بدقين صفحة جديدة يا جماعة بلاش وإحنا بنعمل الصفحة الجديدة وإحنا بنعمل الصفحة الجديدة نحط شوية شطة ونعمل قلق ونعمل حكاية ونعمل قصة بتعمل انت فجوات بقى في العلاقات بالكلام ده كابتن حسام حسن أنا واصق مليار في المية مليار في المية مش مليون مليار كمان انه هيحتوي الجميع وهيتعامل مع الجميع بشكل جيد وهيوضح وجهة نظر اللي كان بيقولها قبل كده والكرة تحتمل بالمناسبة يعني الكرة تحتمل دائما وابدا كل الاراء يعني ايه يعني حسام حسن من كام يوم ما كانش موجود في الجهاز الفني المنتخم مصر فهو قاعد برة كان بيقول رأيه بصراحة الان الكابتن حسام حسن على رأس الجهاز الفني المنتخم مصر هينتقد زي ما كان بينتقد طبيعي جدا هو اكيد متفاهم ده ومتفاهم ما كان يحدث قبل توليه المهم الأمور عادية احنا مكبرنا احنا مزودنا احنا من حق يعني بق ايه الحق ده بص ده في عشر لعيبة في منتخم مصر تسمع بقى الكلام ده هيعتزل الدولي اقول لك اسمعهم فلان وفلا وفلا جبتها اسمعهم ومين قالك لهم اعتزل الدولي وهم دول يعني كل اللعبة اللي في منتخم مصر من أول محمد صلاح قائد منتخم مصر وأهم لعب في تاريخ مصر لكل اللعبة بتاعت المنتخب ما هو أصلا أصلا يعني هم عارفين انه شرف كبير ليهم انه هم لابسين شرط منتخم مصر فهم بلعبوش لمنتخم مصر عشان حسام ولا عشان إبراهيم ولا عشان كريم ولا عشان حسين ولا عشان محمود ولا عشان منتخم مصر فأكيد أكيد فكرة اللي اعتزل الدولة عشان كابتن حسام حسد ده مش موجود ده واحد اثنين الناس دي كل اللي موجودين في المنتخم عارفين ومقدرين وفاهمين القيمة التاريخية لأسطورة من أساطير قرية القدم المصرية كابتن حسام حسد ممكن وارد وارد يكون حد فيهم مثلا ما عجبوش مثلا ضقي قاله كابتن حسام حسن عنه قبل كده بس اسمه رائش الرائش ممكن أداق منه شوية أدام ما تجاوزتش ضدك أداق منه شوية ونهما هنقض مع بعض كابتن حسام ده انت قلت علي اللي أنا سبب الجن الرابع ده فالكابتن حسام أنا بقول لك الحوار التخيولي يعني كابتن حسام يقول له ما انت سبب الجن الرابع أصلا يعني ما تريد كتش عادي كتش عادي تغطي كده وبتاع فروح دحكين ونهزر وتلاقي تسقيف واحنا عادين وخلصنا إحنا بقى نكبر ده قال إنه اللعيب ده مش جيد إنه يخش المنتخب تما كده معناه إنه هو مش ياخده تاني تما هو ممكن يكون الكابتن حسام وقتها قال إنه مش جيد إنه يخش المنتخب عشان في وقتها اللعب ده ما كانش في أفضل أحواله بس سفرد اللعب ده بقى في أفضل أحواله قال الكابتن حسام هيقول لا مش هاخده معايا المنتخب عشان أنا قلت قبل كده إنه ما كانش ينفع يخش المنتخب شوف الكلام واسع عمال يعرد مننا إزاي موضوع أبسط من كده في الكرة تماما 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 نعمل إحنا إيه بقى كلنا كلنا نعمل إيه عشان ما ينفعش الراجل يبقى لسه بسم الله الرحمن الرحيم متولي المسئولية وكل واحد عمال يجود تجويدة اللي هو إيه بس ده بتاع لا ده أصدقاء هيعمل أحوال هنا مش عارفية أصدقاء مش عارفية دي صفحة جديدة ومطالبين وملزمين جميعا إن إحنا ندي الدعم للمدير الفني لمنتخب مصر للتايتل ده للمسمى ده بغض النظر من الشخص اللي متولي المسئولية أنا شخصيا مدرب في الكون جدارة منتخب مصر حتى لو أنا شايفه مش جيد شايفه إنه ما ينفعش شايفه إنه مش مؤهل شايفه حتى إنه جاي ومش عارف حد جمله أي حاجة شايفه إنه مفوض ما ياخدش فلوس الدولارات دي كلها بتكلم على حتى المدربين الأجانب أي حاجة دائماً وأبداً لابد أن ندعم المدير الفني لمنتخب مصر هذا المسمى بدون بقى إيه؟ بص هو أنا بدعمك بس يعني لو عملت كده مش هدعمك بس لو مش عارف ما صلحت مش هدعمك بس من غير شروط ما تشرطش أنت مش بتدعم حسام حسن أنت بتدعم المدير الفني لمنتخب مصر يقول لك إيه؟ بس في ناس مبارحة قاعدة تجامل أوي حسام حسن يا سيدي والله ما بنجامل حسام حسن وبالمناسبة يعني ده أسطورة ده يعني كاملة حسام حسن ده أسطورة في تاريخ مصر في تاريخ الكرة في مصر فلما نتكلم عنه كويس نحن مش بنتكلم على حد مجهول مثلا ولا حد ما عملش تاريخ مع منتخب مصر ومع الأندية المصر إيه بس إحنا برضو مش بنجامل حسام حسن إحنا بنجامل التايتل بنجامل المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي المدير الفني لمين؟ لمنتخب مصر ببساطة يعني ماشي